في عيد الفطر المبارك تتواصل جهود الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل توفير خدمات أمنية متقدمة للمواطنين والمقيمين والتي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة في ربوع مناطق المملكة التقرير التالي يتابع تفاصيل هذه الجهود وسط أجواء احتفالية بعيد الفطر المبارك تتواصل الجهود الأمنية الهادفة إلى حفظ أمن واستقرار الوطن وتعزيز السلامة العامة في كافة المجالات حيث تعتبر سرعة الاستجابة لأي حادث أو طلب مساعدة وإنجاز المهمة بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية قواعد هامة في العمل الأمني دائما ما يكون مركز عمليات الرئيسية في أهب الاستعداد والجاهزية للحفاظ على ديمومة العمل والوقوف على الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل كافة الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وتأمين المواقع لإقامة صلاة العيد الفطر المبارك وتأمين الفعاليات المصاحبة لإجازة العيد وكذلك تسيير الدوريات في جميع المدن وقرى المملكة للحفاظ على الأمن والسكينة العامة ومن بين الإدارات التي ترفع درجة الاستعداد في المناسبات والأعياد هي الإدارة العامة للمرور والتي تعمل على الانتشار وتأمين الشوارع ونشر التوعية بتجنب الوقوف الخاطئ لضمان سيابية الحركة المرورية كما تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على النهوض بمسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل السلامة العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك وضعت الإدارة العامة المرور الخطط المرورية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك القصد منها الانتشار الأوسع للدوريات المرورية لتغطي الشوارع الحيوية والمجمعات التجارية أمام دور العبادة ومصليات العيد وتهيب الإدارة العامة المرور في هذه المناسبة بكافة مستخدمين الطريق التقيد بكافة ما يصجر من الإدارة العامة المرور من تعليمات القصد منها تنظيم حركة المرور وانسياب حركة المرور كذلك تهيب بأولئة المرور المحافظة على سلامة أبنائهم وتجنيبهم المخاطر حفاظا على سلامتهم خلال عيد الفطر المبارك تعمل إدارة العامة للدفاع المدني نفس أي وقت آخر من خلال قرفة العمليات تلقي البلقات على مدار الساعة وإرسالها إلى أقرب مركز التعامل معها بالشكل الاحترافي والمطلوب انتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات واشتراطات السلامة العامة من أجل عيد آمن بإذن الله وتهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين على مدار العام بما فيه من مناسبات وعياد حيث يتم الأداء الأمني بشكل تكملي على مدار الساعة